داليا فتاة جامعية جميلة من أسرة متوسطة الحال على خلق ودين أعجب بداليا شاب وسيم مدلل من أسرة ميسورة الحال وأخذ يطاردها بسيارته في كل مكان حتى أوقعها في حبه بكلامه المعسول وعندما تقدم لخطبتها ذهب والد داليا إلى عنوان الشاب وسأل عنه وعرف أن والديه يدللانه ولا عمل دائما له ولا يحافظ على صلاء فقرر رفض الخطوبة وعندما وجد ابنته متمسكة به قال لها يا ابنتي الولد المدلل الذي ينام على ظهره منتظرا أمه أو أخته تأتي له بالطعام وكوب الماء هو نفسه الشاب المستهتر الذي يخدع البنات بكلمات مزيفة هو نفسه الزوج الذي سيحمل زوجته كل أعباء المنزل بدون مسؤولية هو نفسه الذي سيقوم بتطليق زوجته لأدفه سبب ويجعلها تلجأ للمحاكم كي تحصل على مصاريف لأولادها منه والصغيرة تأتي بالكبيرة هذا هو التطور الطبيعي لسوء تربية هذا الشاب والذي علمته من الكثيرين من جيرانه وتأكدت منه بنفسي لم تنفع نصائح الأب لابنته وأصرت على إتمام الخطوبة ثم الزواج وبعد عقد القران وفي ليلة الزفاف قال الأب للشاب وهو يبكي لقد تركت ابنة الأب والأم والأخ والأخت وجاءت لتكون لك وحدك فكلها كل هؤلاء وبعد الزواج تحققت كل كلمة قالها الأب فالشاب لا يلتزم بصلاة ولا عمل يستمر فيه وينفق من مال والديه فصبرت داليا على أمل أن يتغير للأفضل بعدما علم أنه سيصبح أبا ولكن للأسف بعد إن جابها ولدا جميلة لم يتأثر الزوج وظل كما هو وعندما أصبح عمر الطفل عاما واجهت داليا زوجها لأول مرة بكل أخطائه واحتدت عليه في العتاب فقام بتطليقها وطردها من شقته وكادت أن تموت من هول المفاجأة وحتى لا تتمكن داليا بعد الطلاق من الشقة تصرف طريقها بمكر كبير وقام بكتابة الشقة باسم أخيه الأكبر وامتنع عن الإنفاق على ابنه فاضطرت داليا للجوء إلى المحاكم وقام والد داليا بالإنفاق على ابنته وحفيده وابتسم وقال لها لقد ظنمك ومكر بك ولكن الله سينصرك وتذكر دائما قول الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وبعد شهر توفي الأخ الأكبر للزوج في حادث وأصبحت الشقة في يد المجلس الحسبي لحين بلوغ ابن الأخ السن القانونية بعد عامين وتصبح الشقة من ممتلكاته ولأن زوجة الأخ الأكبر عانت تماما من زوجها الميت كما عانت داليا وأكثر وعدتها برد الشقة إليها لتكون عوضا بسيطا عما حدث لها ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها شاب ثري تمنى أن يظل دوما شابا ولا تصله الشيخوخة فطلب من طبيبه الخاص أن يأتيه بدواء يطيل العمر ووعده بمكافأة كبيرة إن جاء له بطلبه فذهب الطبيب يبحث في المدن والقرى عن دواء يبقي الإنسان في مرحلة الشباب وعندما مر بقرية وسأل أهلها عن عشبة تطيل العمر نصحه أهلها أن يذهب إلى الجبل حيث يسكن هناك شقيقان ربما يجد عندهما ما يريد وصل الطبيب الجبل قبل الغروب فوجد البيت الأول صغيرا وأمامه بعض الحفر ويجلس رجل عجوز فسلم عليه الطبيب وطلب منه أن يسمح له بالمبيت عنده حتى الغد وقبل أن يتكلم العجوز جاء صوت زوجته من داخل البيت وهي تقول ما عندنا مكان للضيوف تقطأ العجوز رأسه وتأسف للطبيب الذي توجه إلى البيت الآخر فإذا هو بيت في غاية الجمال والنظافة وتحيط به الزهور غير أصوات الطيور والبلابل وإذا بشاب وزوجته يرحبان به أجمل ترحيب وفي اليوم الثاني سأل الطبيب الزوج لماذا أنت شاب بينما شقيقك الأكبر قد شاب ضحك الرجل وقال هو أخي الصغير وأنا أكبر منه بعشرين سنة وفي الغداء قدم الرجل وزوجته أفضل ما لديهما من طعام ثم طلب الرجل من زوجته أن تذهب إلى بستانهم أسفل الوادي وتحضر لهم بطيخة فذهبت الزوجة وبعد ساعة جاءت ببطيخة فضرب الزوج عليها ثم قال لزوجته أرجو أن ترجعي هذه البطيخة وتأتي لنا بواحدة أخرى فقالت الزوجة مبتسمة بكل سرور ثم ذهبت ورجعت ببطيخة أخرى ولكن الزوج لم يقتنع وأرسل زوجته مرة ثالثة فذهبت بكل رحابة صدر ونزلت الوادي وجاءت ببطيخة وفي هذه المرة فتحها وأكلوا منها ثم أعاد الطبيب السؤال وطلب معرفة العشبة التي تحافظ على الشباب فأجابه الرجل أنها ليست عشبة بل السر في صحتي وشبابي هي زوجتي منذ أن تزوجتها لم أجد منها إلا الحب والحنان والتقدير هل تعلم أن بستاني لم يكن فيه غير بطيخة واحدة وأنها نزلت الوادي ثلاث مرات وفي كل مرة تأتي لنا بتلك البطيخة نفسها ولكنها لم تعترض أو تنقص من شأن أمامك ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة تعجب الطبيب من الزوجة وإيقن أن السعادة وراحة البال والصحة والشباب والعمر الطويل تصنعها الزوجة الصالحة بعد إرادة الله بمحبتها وعطفها واهتمامها بزوجها وليست الأدوية والأعشاب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب في سنة 51 للهجرة مضى الصحابي الجليل الربيع بن زياد على رأس جيشه الغازي في سبيل الله ومعه غلامه الشجاع فروخ ليرفع رايات التوحيد فوق بلاد ما وراء النهر وعندما بدأ القتال أظهر فروخ صورا من البسالة وانتهت المعركة بنصر المسلمين فكافأ القائد غلامه فروخا فأعتق رقبته وقسم له نصيبه من الغنائم عاد الفتى الشجاع فروخ إلى المدينة المنورة يحمل معه سهمه من الغنائم ويحمل حريته الغالية وكان في هذا الوقت يبلغ الثلاثين من عمره فاشترى منزلا في المدينة وتزوج من فتاة راجحة العقل تقاربه في السن وبعد أشهر من زواجه لم يتغلب فروخ على حنين الفارس الجهاد في سبيل الله فأعلن عزبه على مغادرة بيته والذهاب إلى ميادين القتال وأخبر زوجته بنيته فقالت له لمن تتركني وتترك هذا الجنين الذي أحمله فقال لها أتركك لله ورسوله ثم إني تركت لك ثلاثين ألف دينار فصونيها وأنفقي منها على نفسك ووليدك بالمعروف حتى أعود أو يرزقني الله الشهادة ثم وداعها ومضى وبعد رحيل زوجها بأشهر وضعت الزوجة غلاما جميلا أطلقت عليه اسم ربيعة وعندما بدأت على ربيعة علامات النجابة أسلمته أمه إلى المعلمين فأتقن الكتاب والقراءة ثم حفظ كتاب الله وما تيسر من حديث رسوله صلى الله عليه وسلم وقد أغدقت أم ربيعة على معلميه المال وكانت تترقب عودة أبيه لكن فروخا طالت غيبته مضت الأعوام وأقبل ربيعة على حلقات العلم ولزم البقية الصالحة من الصحابة على رأسهم أنس بن مالك حتى ارتفع ذكره وبزغ نجمه وكثر تلاميذه وأصبح عالم المدينة وذات ليلة بلغ المدينة المنورة فارس في الستين من عمره قاصدا داره أكان يسأل نفسه عن زوجته وعن جنينها الذي كانت تحمله أوضعته ذكرا أم أنثى أحي هو أم بيت كما فكر في المبلغ الكبير الذي جمعه من غنائم الجهاد وتركه وديعة عندها وفيما كان الفارس يفكر وجد نفسه فجأة أمام داره ومن فرحته دخل الدار دون استئذان أهلها فشعر به ربيعة ورأى رجلا يقتحم عليه داره فجاء إليه غاضبا واستعد للهجوم عليه وتواثب كل من الرجلين على صاحبه وارتفع ضججهما وتدفق الجيران على البيت فأحاطوا بالرجل الغريب فقال ربيعة للرجل والله لا أطلقك يا عدو الله إلا عند الوالي فقال الرجل ما أنا بعدو الله ولم أرتكب ذنبا إنما هو بيتي وجدت بابه مفتوحا فدخلته ثم التفت للناس وقال يا قوم أنا فروخ الذي غادر منذ ثلاثين عاما مجاهدا في سبيل الله وكانت زوجته نائمة فاستيقظت على هذا الضجيج ورأت زوجها فكادت الدهشة تعقد لسانها ولكنها تماسكت ثم قالت دعه يا ربيعة دعه يا ولدي إنه أبوك في هذه اللحظة أقبل فروخ على ربيعة يضمه ويعانقه وأقبل ربيعة على فروخ يقبل يديه ورأسه وجلس فروخ إلى زوجته يحدثها عن أحواله ولكنها كانت تقول في نفسها ماذا لو سألني عن المبلغ الكبير الذي تركه أمانة عندي لقد أنفقته على تربية ابنه وتعليبه وفيما كانت تفكر الكفت إليها زوجها وقال لقد جئتك بأربعة آلاف دينار فأخرج المال الذي أودعته عندك لنضم إليه هذا ونشتري بالمال كله بستانا أو عقارا نعيش فيه فقالت لقد وضعت المال حيث يجب أن يوضع وسأخرجه لك بعد أيام قليلة إن شاء الله وقطع صوت المؤذن عليه ما حديثهما فتوضأ فروخ ثم مضى مسرعا نحو الباب وهو يقول أين ربيعة فقالت له سبقك إلى المسجد وبعد الصلاة هم فروخ بمغادرة المسجد ولكنه وجد باحته قد امتلأت بالشيوخ والشباب لمجلس علم لم يشهد له نظيرا ورأى الناس لم يتركوا في الساحة موطئا لقدم يلتقطون ما يقوله الشيخ ويحفظونه في دفاترهم وحاول فروخ أن يتبين صورة الشيخ فلم يفلح لبعده عنه وبعد أن ختم الشيخ مجلسه هب الناس متجهين نحوه ليودعوه وهنا التفت فروخ إلى رجل كان يجلس بجانبه وسأله قل لي بربك من الشيخ؟ قال الرجل إن الشيخ سيد من سادات التابعين وهو إمام المدينة رغم حداثة سنه وإن مجلسه يضم كما رأيت مالك بن أنس وأبا حنيفة النعمان وغيرهم إنه ربيعة الرأي نعم إن اسمه ربيعة لكن علماء المدينة وشيوخها دعوه بربيعة الرأي لأنهم كانوا إذا لم يجدوا لقضية نص في كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لجأوا إليه واسمه الحقيقي ربيعة بن فروخ لقد ولد بعد أن غادر أبوه المدينة مجاهدا فتولت أمه تربيته وتنشئته عند ذلك بكى فروخ وأسرع نحو بيته فلما رأته أم ربيعة والدموء تملأ عينيه وسألته عما به قال لقد رأيت ولدنا ربيعة في مقام من العلم والمجد ما رأيته لأحد من قبل قالت الزوجة أيهما أحب إليك ثلاثون ألف دينار أم الذي بلغه ولدك من العلم والشرف فقال بل والله هذا أفضل عندي وأحب إلي من مال الدنيا كله فقالت له لقد أنفقت ما تركته عندي عليه فهل طابت نفسك بما فعلت؟ فقال نعم وجزيتي عني وعنه وعن المسلمين خير الجزاء ذهب شيخ فاضل ليشتري اللحم من جزار افتتح محلا جديدا بالقرب من سكن الشيخ وبعد شهر من التعامل معه وجده يتحايل ويغش ليكسب بعض المال تارة بوضع قطعة من الورق الثقيل أو بإضافة أجزاء غير صالحة للأكل مع التلاعب في الوزن فجلس معه الشيخ ونصحه بالربح الحلال وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار ولكن الجزار ابتسم له ولم يهتم بما قاله وظل يغش في الميزان ومع ذلك استمر الشيخ في الشراء منه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وبعد عام مرض الإبن الأكبر لهذا الجزار بمرض خطير وفشل الأطباء في علاجه فحزن الجزار وقرر الذهاب إلى بيت الله الحرام ليحج ويدعو لابنه بالشفاء وهناك استمع إلى بعض الدروس الدينية والآيات والأحاديث النبوية فتذكر نصائح الشيخ له وشعر بالإثم العظيم الذي كان يرتكبه وقرر إصطح حاله مع الناس وعندما عاد إلى بلده فكر في طريقة تساعده على أن يعيد للناس ما أكله من حقوقهم دون أن يشعر أحد بذلك فأصبح يزيد في الوزن ويختار القطعة الجيدة للزبائن ويلقي بغير الصالحة بعيدة وبعد أن تردد عليه الشيخ أكثر من مرة وشاهد حسن تعامله مع الناس توقف عن الشراء منه وتعامل مع جزار آخر وذات يوم التقى الجزار مع الشيخ فسأله لماذا لم يعد يشتري منه فابتسم الشيخ وقال له لقد انتبهت إلى أنك أصبحت تزيد في الوزن ولم تعد تغش في الميزان وعرفت أنك أصبحت تخدم نفسك ولا تخدمنا فعندما كنت في السابق تضع قطعة حديدية تحت كفة الميزان قلت لنفسي هذا الرجل يؤخذ من حسناته ليضاف إلى حسناتي فكنت أصبر عليك وأشتري منك لزيادة حسناتي خاصة بعدما نصحتك ولم تعمل بنصيحتي ولكن بعد عودتك من بيت الله الحرام تغير الوضع فقلت بيني وبين نفسي أنك الآن أصلحت عملك وأصبحت تخدم آخرتك ولم تعد تخدمنا ولهذا تركت محلك بعد اطمئناني عليك وليس لما أقول لك إلا وفقك الله للصلاح وأنصحك بمراقبة الله دائما خاصة بعد أن شفى ابنك بفضله وقدرته يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرفون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر